بسم الله الرحمن الرحيم الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون في هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يبين بعض أهم أحكام الصوم بعد أن بين في الآيات السابقة أصل وجوب الصوم وأقسام الناس بالنسبة إلى حكم الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم الطيبات أيها الصائمون في ليلة الصيام التي تصومون غدها ومن جملة تلك الطيبات الرفث إلى نسائكم بمعنى الانتهاء إلى الزواجات بالمباشرة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الزوج والزوجة كل واحد منهما بمنزلة لباس الجسد للآخر وهذا التشبيه جميل جدا يحتوي على أمور دقيقة الأول اللباس يستر عيوب الجسم كذلك الزوجان يستر كل واحد منهما الآخر فيعطيه حاجته بالحلال فيمنعه عن الفجور كما يغطي على عيوبه فلا يبرزها لذا شبها باللباس كما أن التقوى أيضا شبه باللباس فأنها تستر العيوب النفسية والخلقية والعملية فيقول تعالى ولباس التقوى ذلك خير الثاني اللباس جمال للإنسان كذلك الزوجان كل منهما جمال للآخر الثالث اللباس محرم على الإنسان فيلاسق سوءته ويسترها كذلك كل من الزوجين محرم على الآخر الرابع عدم استغناء الإنسان عن اللباس في الغالب كذلك الرجل لا يستغني عن المرأة والمرأة لا تستغني عن الرجل وفي هذا التشبيه اللطيف دلالة على أن كل من الزوجين مكمل للآخر الزواج مو مجرد معاملة مو مجرد التذاذ بل الزواج في القرآن يعتبر من أرقى العلاقات الإنسانية فالزواج سكن النفس وأطمئنانها ومودة ورحمة بين الزوجين وأحدهما يكمل الآخر وتكون المعاشرة بينهما بالمعروف لذا من أهم العلاقات في الإسلام العلاقة الزوجية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تختانون من الخيانة يعني كنتم تخونون أنفسكم بارتكاب المعصية لأن المرتكب للمعصية يخون نفسه إذ يسبب لنفسه الخسارة لأنه ينقص حظ نفسه في الآخرة هذا شأن كل خائن اللي يسبب خسارة لمن يخونه فتاب عليكم وعفى عنكم تاب الله عليكم حيث كنتم ترتكبون المحرمات وعفى عنكم يعني عفى عن هذا الحكم بنسخه فأباح المباشرة في ليالي شهر رمضان وأباح الأكل والشرب طوال الليل للنائم ولغيره ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في شهر رمضان وفي الحديث عن الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام نزلت في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النبي صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم فأمس وهو على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب فجاء خوات إلى أهله حين أمسوا فقال هل عندكم طعام فقالوا لا لا تنم حتى نصلح لك طعاما فاتكأ فنام فقالوا له قد فعلت قال نعم فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره فأنزل الله عز وجل فيه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وربما الحكمة في تشريع هذين الحكمين أولا ثم نسخهما هي تمهيد النفوس لأن الإنسان لو علم بتسهيل ما كان صعبا كان أدعى له للامتثال والطاعة كما أن من الحكمة بيان فضل الله تبارك وتعالى ومن الحكمة أيضا بيان عملي لسهولة الشريعة وسماحها كما أنها تبين خيانة بعض الصحابة وضعف نفوسهم ليكون سببا لتهذيبهم للنفس ولعلهم يتقون طبعا لا يخفى أن هؤلاء القوم كانوا حديث عهد بالشرك والكثير منهم كانوا قد تعودوا على فعل القبائح ولم يكن الإيمان مستمكنا في نفوسهم لذا اقتضت الحكمة التدريج في الأحكام مع بعض التسهيل للمخالفين لذا كان الله تبارك وتعالى إذا خالفوا في بداية الأمر يعفوا عنهم جميعا تحبيبا للإسلام في قلوبهم وتربية لهم وبيانا لفضل الله ورحمته عليهم فالآن باشروهن يعني من الآن يجوز لكم المباشرة في الليل وهذا الأمر يفيد الجواز لأنه من قبيل الأمر بعد الحظر وأبتغوا ما كتب الله لكم يعني أطلبوا حال المباشرة ما كتب الله لكم من الأولاد واللذة المحللة الموجبة للثواب هذا بالنسبة إلى نسخ الحكم بتحريم المباشرة في ليالي شهر رمضان أما بالنسبة إلى الآكل وكلوا واشربوا يعني يباح لكم الأكل والشرب طوال الليل من أول المغرب حتى الفاجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الخيط الأبيض هو نور النهار لأن الفجر الصادق أول ما يظهر يكون ممتدا في أفق الشرق كالخيط الأبيض من الخيط الأسود اللي هذا كناية عن الظلام من الفاجر يعني هذا الخيط الأبيض إنما هو من الفاجر يعني يتضح الفجر الصادق الذي هو في وسط الظلام كخيط أبيض قرب خيط أسود ثم أتم الصيام إلى الليل فإذا صار الفاجر أتم الصيام بالكف عن المفطرات المذكورة في الشريعة من أول الفجر الصادق إلى الليل وهو المغرب الشرعي وهذا بالنسبة إلى نسخ الحكم بتحريم الأكل والشرب لمن نام قبل أن يفطر أما في الاعتكاف فلا تجوز مباشرة النساء ليلا ونهارا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد العبادة ويشترط فيه الصوم وأقله ثلاثة أيام وتفصيله مذكور في الكتب الفقهية ومن أحكام الاعتكاف حرمة مباشرة النساء فترة الاعتكاف ليلا ونهارا تلك حدود الله هذه الأحكام التي ذكرناها في هذه الآية وغيرها من الأحكام حدود الله التي جعلها لأفعال العباد فلا يجوز اقتحامها مثل حدود المدينة والدار اللي تمنع دخول الغير فيها فشبهت أحكام الله تبارك وتعالى بالحدود فمن عمل بها دخل في حيطة المؤمنين ومن تعدها خرج عن ربقتهم فحدود الله تبارك وتعالى هي حرماته ومناهيه فلا تقربوها هذا نهي عن الاقتراب وهو مبالغة في النهي عن الاقتحام والمخالفة مثل قوله تعالى وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِي أَحْسَنِ كذلك يبين الله آياته للناس يعني مثل هذا البيان الواضح الذي بيّن أحكام الصيام وغيره يبين الله آياته للناس ويبين دلائله وأحكامه فأن هذه الأحكام دلائل على الله تبارك وتعالى وعلى حكمته وعلمه لعلهم يتقون لكي يتقوا المعاصي لأنهم يرون آيات الله فتخشعوا قلوبهم وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين